الحمد لله الحمد لله الحمد لله وعيد الآهد الفرد الصمد الذي لم ينف ولم يولد الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى وصفاء العلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمع الخرق اليوم اللاعب فيه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سنك سبيله واهتدى بهذه إلى يوم أما بعد فيعينها المؤمنون ذكرت في الخطمة الماضية فضيلة الإحسان الضالي بالله جل وعلا وأن المؤمن وأن المؤمن مهما يعتليه من كرب ومهما يصار به من خطوب فإنه يحسن ظنًا لله تعالى أن يفردج كربه وأن يغفق ذنبه وأنه يسترامه وأنه ينضغي على المؤمن العاقب أن يضع ضاعدة النصب عينيه أن ماذاهم المكرهات يجعل الله عسى وجل فيها المحروبات وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأن العاقب الفطر دائمًا يحسن ظن بالله ولا يسيء ظنه بالله تعالى أبدا ويتبع ذلك أن نذكر أنفسنا وأن نذكر أهلنا برحمة الله تعالى الذي وسع كل شيء إن ربنا جل فيه لا وتبارك في عياء خلق هذا الكون وأوشد هذه الخلال لحكمةٍ بالرة وآيةٍ قاهرة اختباراً ومتحاماً ومن عشائد ما شاء في رحمة هذا الخلال جداً وعلا ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم آه لما خلق الله الخل كتب كتاباً عنده فوق العاش إن رحمتي غلبت غضبي وفي نواية إن رحمتي تغلب غضبي وفي نواية إن رحمتي سغلت غضبي فما أرحم الله جل في العياء وما أرحم رحمته التي وسع كل شيء ولذلك قال تبارك الله تعالى ورحمتي وسع كل شيء فسأكتب أهل الذين يتقون ويؤتون الزكاء والذين هم في آياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الممي الذي يجدونه مكتوباً عيّهم في الترات والإنجيل جاء عين عفاس رضي الله عنه أنه قال لما نزل قوله ورحمتي وسع كل شيء قال إبليس وأنا شيء فطمع في رحمة الله فنزل قوله جل وعلا فسأكتبها للذين يتقون ثم طمع في ذلك اللهود والنصار فنزل قوله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فهنيئا لكم يا أمة المحمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم يا من اتقيتم الله عز وجل وراغبتموه وخفتموه وعملتم في الحياة الدنيا بما يرضيه هنيئا لكم يا من عطمتم الله تعالى وبذلتم الأسباب التي توصلكم إلى رحمة العزيز الوحاة إن رحمة الله أيها الفضالات أمر لا يتقر بباد ولا يتقر في شيئا وغير خاف عليكم من من أرحم الناس بنا أمها بنا فالأم رحمتها لاتضاها والقلبها لا يمكن أن توازى فانظر أيها الأخ الكريم في رحمة الله تعالى والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم قدم عين النبي صلى الله عليه وسلم بسفن ببعض الفسوات حصف سفن وهو رقيق من النساء والأطفال قدم عليه بسفن فإذا قرأت تسعى وكأنها فقدت طفلها وهذا هو الوقت فلما وجدت طفلها ألفقته ببطها وأرضعته النبي صلى الله عليه وسلم ورغو الحديث رمر أطل الله عنه وهم ينظرون إلى هذا المشهد امرأة تسعى تبحث عن طفلها في سفن حصل عليهم بلاء وابتلاق وانتحان وتفرق المهم لما وجدت طفلها ألسقته ببطها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرة طارحت أولدها في النار أي تصور هذا أي يمكن أن يتصور العقل أن هذه المرة برحمتها وتعنبها من طفلها ولقتها أن تطرح أولدها في النار قالوا داب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لالله أرحم بعباده من هذه بولدها يصبح لله ما أعظم الله جد في أولا وما أشد رحمته وما أعظم متفه بنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكننا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون فلو أننا أحسننا الضم بالله وتعلمت قلوبنا بالله وجعلنا مرضاة الله تعالى هدفا في حياتنا نسعى لله نسعى لعمل بأوامره واجتناب نواهيه واجتزام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نمبر ما يفعل الله رسى وجد بنا فإنه لا يفعل إلا خيرا نعم أيها الفضالة إن من تأمل رحمة الله جيد وعلا وأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الدواب يرى أمرا عجيبا ما ترى منه من رحمات في قلوب الخرق ومن دراهم من الرعاق إنه شيء لا يوصف ولا يركب فيما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء وفي اللواء خلف الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزء وجعل بين الخرق جزء أنها راحة مبين حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة مبين سبحان الله الله جزء وعلا خلق مئة رحمة أنزل بين الرباد رحمة وعيدة يهدرون أبونا بها وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة أبطار على يوم القيامة كما في الرواية الأخرى هذه الرحمة يتراحم بها الخلق والدواء والجروس وما اترونه من الرحمات بين الرباد إنما هي جزء من مئة لجزء فما أرحم الله جد في علام واعلم أيها الأخوة الكريم أن رحمة الله تعالى تسمعه رحمة هي صفة من صفات الله يجب علينا إثباتها لله تعالى على وجه الكمان والجلال فمن أسماء الله الرحمن الرحيم وهذا الاسم يتضمن صفة كمال وهي الرحمة وليست كرحمة المخلوق فيها الطعف ورطة بل هي رحمة مع عزة وكمال تليقه بالكبير المتعال جدا وعلا والقسم الآخر من الرحمة الرحمة المخلوقة التي خلقها الله وأنزلها بين عباده وجعلهم يتراحمون بها حتى إن الجنة رحمة مخلوقة كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وصلنا ما قال قال الله تعالك للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال إنا أنت عدابي أعذب بك من أشاء ولكليكما ولكليكما عليك من أها فنصر الله جدا وعلا أن يجعلنا من أهل رحمته وأن يدخلنا بهذه الرحمة وأن يجعلنا ممن يدر أسباب ويطرق الباب ويتعلق بالملك الوهاب ليدخل برحمة الله فإن النصوص العامة التي فيها رحمة الله الشاملة إنما هي خاصة بالمؤمنين أما الجافرون فلا رحمة لهم إنما في الدنيا يستفينون من رحمة الله تعالى في الحياة أما في الآخرة فلا يرحم الله جدا وعلا إلا المؤمنين الموحدين بارك الله لي وردهم في الكتاب والسنة ونفعني وإياه لما فيهما من الآيات والحكمة أفرور مات أسر لهم أصدق الله بالحكمة من الآخرة كذلك الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولي المنتقين وخارق الفق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقب لحكم ولا رابط لقضائه وأشهد أن محمدًا عقبه ورسوله اللهم صلي وسلم وفارك وأكرم وأنعم على عقبك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أما بعد والثوت في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر ثالثة حقزين ومن جاء بالسيبية فلا نفسها إلا مثلها أو أغفره ومن تقرب إلي شفرا تقربت منه دراعة ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن لقيني بقراب الأرض خضيحة ثم جاء عمي لا يشرك بي شيئا لأتيتها بقرابها لأتيته بقرابها مغفرة فما أعظم الله جدا في علا حسناتنا التي نقوم بها والضاعاتنا يضاعفها ربنا أضعافا ضاعفة من جاء بالحسنة الواحدة فله عشر عمثانها أو أزين ومن جاء بالسيئة فله مثلها الله أغفر وأنك يا عبد الله إذا جاهدت نفسك في التكرم إلى الله كل من ازددت اجتهادا وقربا ازداد الله عز وجد منك قربا وثبابا وأجرا إن جاهدت نفسك في المحافظة على الفراغ وأداء الصلوات الخمس الجماعة وأداء الزكاة وغير ذلك مما أجر الله وجاهدت نفسك في أن تراكم لسانك لما يتكلم به وأن تراكم نفسك عند الغيبة والنميمة والكلام في الأعاطي المسلمين ورقض نفسك عند تعاملك بالمال هل تخاف كبيرا متعال ولا تبخي جيبك أو حسابك إلا مال هلالا لا ريبة ولا تحريم فيه وإلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون عليهم ومن هناك نقول هنيئ لك قرب الله عز وجد منك وإذا كان الله تعالى قريبا من عبده فهدف ولا حرف عن التسديد والتوفير والإعانة وأن الله تعالى يسفر جميع أملك ويقضي جميع حضائك ويفرط جميع كرباتك وهكذا إذا كنت ساعيا دائما في مرضات الله بعيدا بحسب الوسع عما حرم الله فهليئ لك جاء في صحيح المهاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنب عبد ذنب فقال يا ربي أدبت ذنبا ولا يخبر الذنوب إلا أن تفضر لي فقال الله تعالى علم عبد أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ الذنب قد نفضت لك فأدب ذنبا فقال ربي أن تذنبا فأخبر لي فقال الله يأخذ ذنبا فأخبر لي فإنه لا يأخذ الذنوب إلا أنت فقال الله تعالى علم عبد أنك هو ربا يأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئتا قد غفرت لك والمنصوب والمران أنه ما دام على هذه الحال كلما أرنب ذنبا تاب ورجع واصفر واصفر فلا يطر ما دام ما يدوم ويرجع إلى الله تعالى حتى وإن عاد إلى الذنب فلا يطر الذنب بإذن الله تعالى وتكرت لك في جمعة الماضية الحديث العظيم للمسلم أنه ناسا من أمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ناسا من أمة يأتون إلى قيامهم بذنوب أمخال الجمال يجعلها الله عز وجل هباء من ثمرة ويطعوها على اليرود والنصارى وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذنب الله بكم ولجاء لأناس آخرين ونذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم وليس المقصود من هذا الدعبة من استرزارة المعاصر لا فإن ذلك جمع عظيم وإنما المقصود أن الذنب منتأصل في الإنسان لضعفه وغفلته والشهوة للذي يركب منها لكن المؤمن تواب رجاء كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون كما عند التلمين بإسناد صحيح التوابون كثيرون التوبة والرجوع نصر الله جل وعلا أن يشعرنا من من إذا أدنى متاء والسفر وإذا نعن الله عليه شكر وإذا ابتني صدر اللهم إننا سألوك الهدى والتقاء والعفاف والخيم اللهم إننا سألوك أن تؤني نفوسنا الأقوى وأن تزكيها فأنت خير من زكاها اللهم إننا سألوك أن توحي تصفنك وأن تسمع كلمتنا وأن تؤلف ذات بيننا وأن تهدي طالنا وأن تردنا إليك رداً جميلاً اللهم إننا سألوك الإخلاص والزدق في القريب والعمل اللهم إننا نعوذ بك أن نتكلم بكلاماً لإبطاء الخلق وفيه صحبك يا رحم الراحمين اللهم إننا نعوذ بك أن نرضي أحداً من خلقك على حساب مرضاه اللهم جعلنا من يعظمه ويجده ويخافه ويهابه ولا يبالي لأحد سوى اللهم إننا سألوك أن تكفر لنا ولفالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأمار اللهم فرج عبد الله من المسلمين اللهم فرج عبد الله من المسلمين ونفس كرد المقربين منه اللهم إننا في كير الإسلام من الشدة والكرم والمحنة والنأواء ما لا يزيده سواك ولا يكشف أحد عداك اللهم فرج رمتهم لبعالمين وأزل مهنتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وعدوهم اللهم أحفظ أمنهم واستقرارهم اللهم من أراد بنا وبالمسلمين وبعبيدتنا وشريعتنا خيراً ورشاداً وتوفيقاً وتسديداً اللهم وفد ولكن لخير واهده إلى كدر وأعده على أمور دينه والدنياه ومن أراد بنا وبالمسلمين وبعبيدتنا وشريعتنا ودينة وأمننا وحربيتنا مكراً أو كيداً أو خبالاً أو دماراً اللهم إننا نسرك أن تجعل مكراً الدماراً عليه وأن تجعل تدميره دماراً وخيفةً عليه العالمين اللهم إننا نسرك أن تخرج من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك قريب المشي ونسميع الدعوات ربنا أدنا في الدنيا حسناً وفي الأخيرة حسناً وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وظاهر على عبده ونصوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعواناً أن الحمد لله يؤكد وليس كما أنه بمعyetة المعادة كما أنحب المسلمين يաماً وليس كما أنحب يقمعين المعادة صحيح أنحب المشاكل ما قمع بسطرة أحيو اشتركوا في القناة